مشاهدين وده أنا حاكم 23 سنة تحكيم منهم 10 سنين تحكيم للمباردة الكبيرة لنادي الأهل نادي الزمالك الإسماعيلي للاتحاد الفرقة الكبيرة في أيام ما كان فيه جمهور وأيام ما كانت الكرة يعني تحس إن كان فيه كرة قضى هحكي موقف أن النادي الأهلي ما بيطلبش غير حقه أن النادي الأهلي كتنهاني ما بيطلبش أبدا غير حقه النادي دايماً حريص إن هو ياخد حقه وحريص إن كل أنديت ما ستاخد حقه رح هي أنا بقولش الكلام ده مجاملة النادي الأهلي مش محتاج وإن النادي الأهلي بياخد بكام أنا حقول فضل مش محتاج النادي الأهلي حد يساعده أنا عيشت الكلام ده وأنا حاكمت 10 سنة الأهلي فيش لعب في الملعب قال لي مرة أنا ليه كذا أو من كذا فيش مدير فني يجي قال لي بعد المباردة هحكي لك حاجة مهمة جداً في 2004 أنا بدير لقاء النادي الأهلي وغزل المحلة في غزل المحلة في دور 16 كاس مصر كاس مصر دور التصوير كان الأهلي متصادر الدور العام وتيم مش عايز أقولك من الأهلي تيم كبير جداً وكان رحمة الله عليه ربنا رحمة كنت تنسابة البطل كان مدير القرى وهذه المباراة الشوت الأولاني والتاني انتهوا سلبي سفر سفر رحنا للشوت الثالث والرابع إن الأهلي عمد متعب جاب تقريباً في دية 60 جاب هدف في دية 60 شوت الثالث جاب هدف شوت الثالث يعني شوت الأول الإضافي شوت الأول الإضافي محلة عادل في دية 113 واحد واحد حولك أنا طلعت بطاقة حمرة للعب النادي الأهلي في هذه المباراة في الشوت الرابع شوت الرابع يعني يعطب شوت الشوت رابع أنا أشهرت البطاقة الحمرة للعب النادي الأهلي احتكمنا لي راكلات الجزاء الترجحية والأهلي خرج من دور 16 أنا فجأت بإيه كابتن هاني والله بحكي لك بأمانة وأنا في ورفة خلع ملابس مش فجأت هو هو كان رحمة الله عليه يعني شخصية محترمة جدا كانت نساب الدخل شقرنا واحد واحد وإحنا كنا تقوم بتحكم كنا أربعة شاكيني رجالة إحنا خدنا حقنا قدتهم براك كويسة جدا جدا ومتشكرين واخد بعضهم مش والنادي الأهلي خرج من دور 16 في كاس ماصر بدربات الجزاء وهو النادي الأهلي كان إيه كان تيم إيه بقى يعني مش هاته أقول لك وكان مرصدر الدوري ومع ذلك النادي الأهلي خد حقه وبالتالي محدش جيه دخل قال لنا أنتو إزاي عملتم ومع ممناش وفي لعب مطلوب من نادي الأهلي على الفكرة وكان في لعب مطلوب مش عاوز أقول كان في لعب مطلوب من نادي الأهلي إذا النادي الأهلي بنقول إيه ما بيأخدش أو ما بيطلبش أكتر من حقه وده حق مشروع ليه وأي نادي لما بيقول يا جماعة أنا عاوز حقه هو حق مشروع ليه كابتا هاني طب هي حق مشروع وكل حاجة والنادي الأهلي دايما زي ما إحنا بنقول لكن إنت عارف بقى السوشيال ميديا في الفترات الأخيرة والأهلي بيأخد الدور بالحكام أعتقد يعني إحنا لو حسبنا كمية العدد النقاط اللي خسرها النادي الأهلي مش هقود بسبب ظلمة لكن أخطاء تحكمية ممكن نكون يعني نكون خدنا الدور من 3-4 أسابيع بصلا كابتا هاني دايما ما بدنا نجحش دي بصراح عندنا إنما عندنا لاش حاكم مغرد خلنا نتكلم معاك يعني حكمنا كلها بسماشه الله جيدا جدا أنا قulatedك الفترة الفار دي كانت فترة يعني عدت بكل ما فيها ولكن هناك أخطاء هناك أخطاء هناك عدم انسجام ما بين الفار والحكام هناك موجود بنقولي الفترة اللي جاية لابد أن يكون فيه تدريب 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 الناس أنا مش 재ينفاع ان أنا نهارد دي عندي أخطاء أخطاء والأخطاء دي ما تسلحش لابد أن يكون فيه مسئول الفار أنه يعمل الكرسات للحكام ويراجع الحالات اللي موجودة لإنه نزي ما قلت